بعد المباراة تحدث كيروش وقال الآتي نقول كده زي ما هو قال بالزبط قال كنا نستحق الفوز خلال الدقائق التسعين ودي حي على فكرة ولكن الانتصار الأكبر هذا المساء كان لكرة القدم وقال نحن مستعدون لمواجهة المغرب أنا سعيد باللاعبين وقال الضغط مصدر إلهام لنا وهو ما يمنحنا الكثير من القوة للعب وإرضاء الناس وهنق جميع اللاعبين المصريين فهم يستحقون العبور للدور القادم دا كان كلام كيروش أما الفرنسي باتريس بوميل وهو طبعا المدير الفني لمنتخب كود ديفوار تحدث بعد المباراة وقال كانت مباراة صعبة لكلا الفريقين إنها مسألة حظ وقال بزل اللاعبون قصارى جهدهم للضغط على الفراعنة لذا أنا فخور بالأولاد أبارك المنتخب مصر الذي سيواصل مشواره في البطولة خيبة الأمل موجودة لكنني لست محبطا لعبت المباراة لعبت المباراة على تفاصيل بسيطة وكانت جيدة اللقاء كان تيكتيكيا ومتوازن للغاية متفائل بمستقبل الفريق دا فيما يتعلق بمدير فني لمنتخب كود ديفوار آخر حاجة عايز أقولها قبل ما أقول بعض من اللاعب منتخب المغرب تحدثوا عن اللقاء المرتقب